بسم الله الرحمن الرحيم لواء لمبا أناتومي باي دكتور أيمن أحمد خنفور بروفيسور أوف أناتومي أند إمبريوليجي أليكزاندر أونيفورستي إيجيبت أهلا بكم في أولى محاضرات اللواء لمب هنتكلم فيها عن الساي بارت وان انتيريور كومبارتمنت وده هنشوف فيه سوبرفيشال فيشيا ديب فيشيا تقسيمة الكمبارتمنت بتاعة الساي وين بعد كده هناخد المسلز بتاعة الانتير كومبارتمنت أوف زا ساي وطبعاً هاكون في مجموعة من الشورت كوتشنز تعالوا نتريد الوقت بيه السوبرفيشال فيشيا أوف زا ساي تعالوا نشوف البترن بتاع السوبرفيشال فيشيا في الساي أما بص كده على الدياجرام دروت ادي السوبرفيشال فيشيا أوف زا ساي لو تلاحظ الساهم هنا مزدوج إذا نريد بتتكون من جزئيتين أول جزئية عبارة عن طبقة فاتي بنسميها سوبرفيشال فاتي لير طيب تحتيها على طول طبقة عبارة عن ميمبرن اسمها إيه؟ اسمها ديب ميمبرنس لير يبحثتها الآن السوبرفيشال فيشيا بتاعة الساي بتتكون من تو ليير اللي هما إيه؟ سوبرفيشال فاتي لير وتحتيها على طول ديب ميمبرنس لير طيب تحت الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا أنا شايف لون أخضر أهوت اللون الأخضر ده هو بيمثلي ديب فيشيا بتاعة الساي اللي هاسمها فيشيا لتا طيب هل في علاقة بين الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا والفيشيا لتا اللي هي الديب فيشيا بتاعة الساي آه في علاقة بينهم اللي هو إيه؟ بنلاقي إن الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا بيحصلها فيوجن مع الفيشيا لتا هافن إنش بلو الإنجوينال لجامنت تعال نشوفها بصورة أوضح ده ما اسم ده يا جامتك حاولت أعمله دي كده اللي هي الديب فيشيا بتاعة الساي الخط الدوتت ده بيمثلي اللاين أو فيوجن بتوين الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا والديب فيشيا اللي هي الفيشيا لتا أو في ساي عايزين نفهمها أكتر وأكتر هناخد هنا ساجتال سيكشن حيبان عندي المنظر ده أدي الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا وأدي اللون البينك ده بيمثلي ديب فيشيا أو في ساي وأدي البوينت أو فيوجن بينهم أهوت بيمثلها الخط الدوتت دوتت يبقى معلق ونقول إيه بقى إن الميمبرنس لير بتاعة السوبرفيشال فيشيا فيوزيس ويز ذا ديب فيشيا أوف زا ساي ألونج أو هوريزينتال لاين أباوت هافا إنش بلو الإنجوينال لجابلس هتقول لي الله هل الكلام ده له كلينيكال إمبورتنس آه بلو كلينيكال إمبورتنس ليه يا إيه لو حصل ربشر للبينايل يوريسرا فاليورين هيطلع فيه السبكوتينيس تشوف بتاعة الإسكروتام بتاعة الأنتيو أبدومنا الول إنما هل ممكن يحصله جرافتيشان ينزل على الصاي نيفر إيه السبب؟ إيه السبب؟ ديوتو ذا فيوجين بتوين ذا ميمبرنس لير أوف زا سوبرفيشال فيشيا والذا ديب فيشيا أوف زا ساي اللي هي الفيشالاتة أباوت هافا إنش بلو ذا إنجوينال لجابلس طب تعالوا بقى ننتقل إلى الديب فيشيا بتاعة الصاي تعالوا بقى ننتقل إلى الديب فيشيا بتاعة الصاي ما نجي نبص عليها كده بصراحة أنا مش شايف غير لونج ستوكت شراب طويل وهو فعلا ده التيبيكل ديسكريبشن أوف ذا ديب فيشيا أوف زا ساي ذا ديب فيشيا أوف زا ساي اللي هي الفيشالاتة إنكلوز الزا ساي لايك اللونج ستوكت طيب هل فيها تشينجز هي كمان؟ آه الحقيقة لها تو دريفاتيبز مشتقين اللي هما إيه؟ أول حاجة فيها أوبنينج موجودة في الأبر بارت بتاع الصاي اسمها صافينس أوبنينج تاني حاجة بتبقى سيكند على اللاترال صايد أوف زا ساي وبتعمل لي حاجة اسمها إيليو تيبيال تركت ناخد الصافينس أوبنينج ونتكلم عنها فين هي الصافينس أوبنينج؟ هي الأوفر الأوبنينج دي الموجودة في الأبر بارت أوف زا فرونت أوف زا ساي طيب تعال نكبرها شوية كده هو ده كده الشكل بتاع الصافينس أوبنينج خلاص؟ يبقى إيه يا الصافينس أوبنينج؟ هي عبارة عن أوفر الأوبنينج موجودة في ديب فيشيا اللي هي الفيشيا لاتا في الأبر بارت بتاع الأنتير أسبكت أوف زا ساي هان عارز هنا أقول عليها كام نقطة كيلينيكالي مهمين جدا محا تشيقل لي مش علينا ولكن أنا حسبت لك إنهما كيلينيكالي مهمين جدا أول حاجة هي شكلها أوفر الإنشيب بس خلي بالك الأبر واللاترال واللور مارجنز بتاعتها بتبقى شار واسمها فالسي فورم مارجن كام ده مهم فور ايدنتفيكيشن انترا أوبيرتوف تاني حاجة طولها قد إيه وعرضها قد إيه هي طولها في حدود وان إنش والعرضة بتاعها في حدود هافن إنش عشان كده شكلها أوفر طب بص بقى الحتة اللي جاية دي اجمع الطول على العرض يديك السيرفيس آناتومي بتاع السوفينس أوبيني اللي هو ده نقطة السيرفيس آناتومي اللي أنا حاط عليها ليزا بوينتر دي اللي هي إيه بقى أما حاجمة الطول على العرض حيبقى رقم واحد ونص وهي وهي 1.5 إنش بلو بيعدي من خلالها اللي هو الجريت سوفينس فين فأنا أثناء عمية اللي ستريبنج اللي هي بينشيل فيها كل الجريت سوفينس فين الناس اللي عندهم دوالي في جليهم اللي هي بريكوس فينز بفتح على الأبر أو الترميناشن بتاعت الجريت سوفينس فين طب هفتح فين في المشرك عند البوينت بتاعت السيرفيس آناتومي بتاعت السوفينس أوبيني اللي هي إيه اللي هي 1.5 إنش بلو and لاترال تو البيوبيك شو برك طيب تاني دربت فأنا من الديب فشة حاجة اسمها إليو تيبيال تركت أما بص كلا جماعة إيه الإليو تيبيال تركت ديت it is nothing more than sickening on the deep fascia على lateral side of the side طيب هادي حنتكلم عليها بالتفصيل فيما بعد أما حناخد الجلوتية لريجون ولكن مبدئيا تبقى عارف إن هي اللور اند بتاعتها is attached to the lateral side of the tebya وال upper اند بتاعتها بتريسيب insertion of two muscles two muscles اللي هما ايه اللي هما superficial three forces of gluteus maximus والمسل التانية هنا هيت اسمها tensor fascia lata هدي muscle وآدي other muscle بيكونوا attached لل upper end of the ileo tbl tract نشوف بقى الفكرة بتاعت compartments of the side وازاي بيحصل grouping لل actions بتاعت الم muscles هيا جماعة علشان sighted اسم الى compartments محتاج فيها deep fascia اللي انا بشروا عليها ديت بينزل مننا حاجة اسمها inter muscular septa حواجز 1 medial 1 posterior 1 lateral وبيكونوا attached اليمين لل fema يبقى كده الصائع عندي انقسمت الى three compartments اللي هما ايه بقى اول compartments اسمه anterior compartment او extensor compartment تاني compartment اسمه medial compartment او adductor compartment تاني compartment اسمه posterior compartment او flexor compartment وفي سآل هنا انا حقوله لكم قبل انتم بتسألهوني الانتير compartment هو فيه موسلز تعمل فيه flexor للهيب جوينت وما احنا لسه ميناء extensor compartment اه اللي بعتمد على المين bulk of muscles الموجودة في ال compartment المين bulk of muscle هنا هو quadriceps muscle ودي المين action بتاعها اللي هو extension of the knee joint ولذلك تسمت على اسمه بقت اسمها extensor compartment medial compartment كل العضاة اللي فيه بتعمل adduction للهيب posterior compartment المين bulk of muscles اللي فيه بتعمل عندي flexion لل knee joint نبتدي بقى بمجموعة المسلز اللي موجودة فيه anterior compartment of the side نبتدي بأول عضلة عندنا اسمها sartorius muscle بصوا بقى قبل ما نشوف العضلة ده بشكل animated زي ما احنا متعودين عاوز العضلة دي بالذات نحفظ اسمها بالعربي اسمها العضلة الخياطة أو tiller's muscle العضلة الخياطة ليه لان دي حنشتق منها action بتاع العضلة دي فيما بعض يلا نبتدي نشوف ها بقى جماعة ده كده المتضب بتاع sartorius muscle قضلة طويلة طلع من hip bone نزل غية tibia يبقى عمل bypass لكل fema مما ساكد فيها خالص يبقى عمل cross two joints اللي هما hip joint وال knee joint نشوفها بشكل تاني animated برضو طيب عينينا تعبت من animation نبدأ بقى نثبت العضلة ونشوفها قادي يا جماعة الشكل بتاع السartorius مصد تعالي نشوف الورجين والانسيرشن بتاع سارتوريس حالس بتاخد تاخد من حاجة اسمها الانتيريور سوبيريور اليك سباين دي كده الhip bone ده كده اسمه اليك كريست المحرك صوبة عليه من قدام خالص في بوني برجيكشن اسمها انتيريور سوبيريور اليك سباين طب رايحة تعمل insertion فين في upper part of the medial surface of the shaft of the tepia حتى المنطقة دي كده في حاجة اسمها اس جي اس insertion بتاع ثلاث عضلات واربعات اس جي اس الي هما سارتوريس مصد انتير وان يليه على طول وراها جراسيرس وبعين وراها اللي هو السيمي تندينوسس تعالا بقى نرجع تاني كده الاتتاتشمنت ومنها نطلع الاكشن ادي الورجين اهوت من الانتيريور سوبيريور الكسباين و ادي الانسيرشن اهوت وصلت لل upper part of the medial surface of the shaft of the tepia الحقيقة قبل ما اقول الاكشن هقولك فاكرة ما قلنا اسم العضلة باللغة العربية اسمه ايه اسمه العضلة الخياطة اللي هي التيلرز موسل طيب ايهو التيلرز موسل دي اه الخياطه هو قاعد بيخاط بيخاط بقى على روائق كده بيبقاعد حطت رجلي على رجل اللي هو المنزل اتنا شايفينه قدامنا ده طب تعالا نفسروا بقى الموسل دي عملت cross لتو جوينت اللي هم hip joint وال knee joint بس في نقطة hip joint عملت له cross anteriorly انما knee joint عملت له cross behind البلين بتاع knee joint يبقى في الhip joint هتعمل عندي flexion وفي knee joint هتعمل flexion طيب نقطة تانية الموسل ديت ماشى بصورة oblique والشد بتاعها جاية من medial side الى lateral side وبنان عليه يبقى على الhip هتعمل عندي كمان abduction و lateral rotation وعلى knee joint هتعمل medial rotation هتعمل لكم نظام جديد في اللوة الليم ان بعد كل مجموعة من العضلات بعمل حاجة اسمها سامري للأكشن بتاعهم بالنسبة للسارتوريس العملية السامري لوحدها وحنقول ايا جماعة ادي السارتوريس مصل و ادي الشكل بتاعها اهوت هقولك انها بتعمل كورس لتو جوينت لما الhip joint والknee joint على الhip joint هتعمل عندي ايه flexion lateral rotation and abduction وعلى knee joint هتعمل ايه هتعمل عندي flexion and medial rotation يعني totally five actions نشوف بقى الاكشن بتاع السارتوريس بشكل animated عشان نقتنع اكتر واكتر يلا نشوف مع بعض بص جدا بتشد طبعا هنا الاكشن لسه مش مكتمل قوي هابسا بجيب اول جزئية عشان نبدأ نعمله processing ونشوفه كويس وقادي total action بتاعها تحت هوا كتكست يلا بقى نكمل الاكشن بتاعها بصورة complete بص taylor's position وصلنا الى النيرف سابلاي بتاع السارتوريس قبل منشح النيرف سابلاي بتاع السارتوريس طبعا اكيد معانا وقت التجميعات جازة ونكتب كده مع بعض ان the nerve supply of all the muscles of the anterior compartment of the side is the femoral nerve except one muscle اللي هي ايه؟ muscle اسمها psoas major اللي ان دي اصلا بنعتمرها muscle جاية من الترنك ونزلة بعد كده على اللي هو اللي هو طيب ده كده النيرف بتاع الانتير كومبارتمنت الاب الروحي بتاع الانتير كومبارتمنت اللي هو الفيمور النيرف حيث السلايد ديت هنكررها النهاردة هي هي اربع مرات هشح هنا بالتفصيل شوية واما كده هنبقى نقولها بصورة سريعة حيث يا جماعة الفيمور النيرف دوت له schedule مهم جدا انا الحقيقة بسميه النيرف البولايت المؤدب المنظم هو الروت فاليو بتاعه جاي من L2 و3 و4 posture divisions بتاعة الفينترال ريمار وده هنبقى نشعها بالتفصيل اما ناخد الفيمور النيرف في المحاضرة الجاية ليه بقول عليه هو منظم بصا سيدي لانه هو لسه في الابدومن حيدي نيرف سبلاي للإلياكس مصر طيب وهو نازل على الصال اول ما يعدي تحت ديب تو زي انجواني الليجامنت حيدي نيرف سبلاي لمصر حناخدها النهاردة اسمها بيكتينيس بعد كده جاست بلو الانجواني الليجامنت بينقسم الى anterior division وانجواني الليجامنت الانجواني الليجامنت الانجواني الليجامنت سبلاي للسرطوريس ده اعتبر موتور وحتادي اللي هو اتنين سنسوري نيرفز واحد فيهم اسمه انترميديت والتاني اسمه ميديال كوتينيس نيرفز طيب البستيرو ديفيجن هتدي نيرف سبلاي لكل كوادريسيبسي فيموس إلى جانب وان سينسوري نيرف اسمه صافيناس نيرف نشوف مرضى تاني ليه السارتوريس مسل اللي هي العضلة الخياطة وشكلها يا جماعة عامل زي المسترة بالضبط وبتكون of uniform width يعني العرض بتاعها ديه متناسق من الأول للآخر عشان نفرق ما بينها وما بين عضلات تانية موجودة على back of the side أو media aspect of the side وصلنا للعضلة التانية وهي البكتينيس مسل تعال نشوفها مع بعض بشكل animated نشوف another animation العضلة دي كده يا جماعة اسمها بكتينيس مسل وأحياناً بيعتبروها تتبع الadductor compartment وحقول لكم ليه دلوقتي تعال نشوف الattachment بتاعة البكتينيس ومنها هنطلع على action بالنسبة للأرجن بتاع البكتينيس فيه عندي هنا منطقة مسلسة كده موجودة على superior pubic ramus اسمها بكتينيس هو ده كده الارجن بتاع البكتينيس مصر هتقول لي مش شايفة كويس مش متخيلة كويس هقول لك معاك حق هاخد الحتة ديت كده هوت وحكبرها هنا حيب هذا المنظر عندي دي كده اسمها البيوبك بون طالع منها تو ريماريا فرعين اللي على فوق ده اسمه superior pubic ramus واللي تحت ده اسمه inferior pubic ramus superior pubic ramus فيه منطقة مسلسة هنا كده هوت اسمها بكتينية لسيرفس هو ده الارجن بتاع البكتينيس مصر انسيشن بتاعها رايحة فين حبا ملهاش مكان مسمى معين على الفيمر ولكن هنوصفه ازاي اللي باشيوه على ديت كده اسمها اللي سر تركانتر ومنورة في الحتة ديت في عندي ال upper end بتاعة اللينية اسبرة ده خط موجود على الباك بتاع الفيمر الخط ده هنقسمه الى نصين upper half ولower half ال upper half بتاعه اللي هو ده هيعمل insertion فيه من البكتينيس واللower half هيعمل insertion فيه الادكتور بريفز هناخدها بعد محضرتين يبقى الانسيرشن بتاع البكتينيس فين into the upper half of a line between لسيرتو كانتر and لينيا اسبرة طيب طبعا ممكن نطلع ال اكشن بقى بناء على مكان الارجن والانسيرشن اطبعا سهلة هنبدأ نقرب الانسيرشن الى الارجن يعني اللاتران هنجيبه ميديا هتعمل عندي ايه جماعة هتعمل عندي الدكشن مش كده بس البلين بتاع العضلة ديت in front of the hip joint فهتعمل عندي شوية ايه جماعة يا جماعة فلكشن بل اكشن بتاع العضلة هو عبارة عن الدكشن of the hip joint and فلكشن علشان كنا المصر دي سعاب بيعتبروها one of the adductor compartment of the side تعالى نشو بقى الاكشن بتاع العضلة بصورة animated واضحة جدا طبعا ده المين اكشن بتاعها وعبارة عن الدكشن يا طبعا ايه نيرف سبلايب بتاع بيكتينيس مسل اعتقد لجديد ايه نيرف بتاع الانتير كومبارتوف زرصاي هو الفيمور النيرف وادي التوزيع بتاعته اهوت والحيالة بيكتينيس بتاخد نيرف سبلايب منه جاست بلور الانجوينال لجميل ولكن خلي بالك بنسبة 20% من الناس البكتينيس ديت بتاخد نيرف سبلاي من الابتوريتور نيرف عشان كده بأكد من تاني ان البكتينيس مسل ديت is sometimes considered as one of the adductor compartment of the side طيب على الكاتفر بقى ازاي هتطلع البكتينيس بوست سيدي دي كان اسمها الفيمورال فيزلز ادي الفيمورال فين لا ترى ليه الفيمورال ارتي هي it lies just behind الفيمورال فيزلز وصلنا دلوقتي الى source major muscle وخلي بقى لكم source البي هنا silence نشوفها بشكل animated هي منظر انسيابي جميل جدا هو عجبني جدا بصراحة بتلاقي one muscle مع other side اللي اتنين مع بعض بيعملوا inverted V shape او رقم تمانية بالعربي طب source major دي تبقى overlaid بمسل تانية على نفس الاسم ولكنها صغيرة اسمها ايه يا جماعة اسمها source minor اوه source minor دي بقى one of the muscles which may be present and may be absent كل المسلز اللي في جسمنا which may be present and may be absent بتبدأ بحرف ال-P فلو سمحته عاوز كل واحد يعرف لي اذا كان عنده سوى السمينور ولا لأ ويبلغني تاني حاجة يا سلام بلا تقدر تجمعني ايه يا مجموعة المسلز اللي في جسمنا اللي هي may be present and may be absent عشان كل واحد يعرف الاعقات اللي ممكن تكون عنده نشوف نشوف ال-origin وال-insertion بتاع source major muscle اللي اللي شايفو ده كده هو الصايدز بتاعة اللمبر vertebra اللي حشاور عليهم دولة يبقى including كل الصايدز بتاعة اللمبر vertebra بما فيهم اللي أنا بقى تشاور عليه ده اللي هو ال-intervertebral discs ده كده ال-origin بتاع source major طب رايح تعمل insertion فيهم بقى البوني برجيكشن ده في الفيمر اسمه lesser tru canter ده بيريسيف insertion of two muscles اللي اتنين بيعملوا tendon واحد بيتاحلوا مع بعض المسل بتاعتنا دي اللي اسمعها source major ومعها مسل تانية اسمعها iliacus اللي اتنين مع بعض يعني له حاجة اسمها iliopsoas tendon which gains the insertion into the lesser tru canter of the femur طب تعال نريفايس ال-attachment ومنه نطلع ال-action ادي ال-origin بتاع sides بتاعت lumbar vertebra بما فيها ال-intervertebral discs كونت عندي tendon نزل deep to the inguinal ligament لولونه أخضر ده واتحد مع tendon بتاع muscle تانية جنبية على طول طال من iliac forsa اسمها iliacus اللي اتنين مع بعض عاملوا حاجة اسمها iliopsoas tendon which gains the insertion into the leather to counter of the femur سؤالي المسل دي عمد cross لمين mainly للheb joint عمد له cross منين anterior aspect عيب ال-action بتاع ايه يا جماعة flexion off the hip joint نشوف action بصور animated بص كده تم عندي flexion اهو flexion of the hip او flexion of the side طيب تعال نشوف كده لو سبت عندي origin لا لو سبت ال-insertion وحرقت نحيته origin هتعمل يا جماعة هتعمل flexion off the trunk لعلمكم بقى هو ده التامرين اللي احنا دايما بنعمله عشان نقول عضلات بتاعي بطنانا طيب F اتشغلت واحدة بس on one side ايه اللي هيحصل ايه المنظر ده the lateral flexion of the trunk هيعني منظر ده يعني دي اول رائع اقولها في محاضرات اللوة اللوة المنظر تعال نشوف بقى بتاع source major muscle وما تنساش انه قلتلك the considered as muscle of the trunk rather than زاته بزا اللوة المنظر وزاك الـ بتاعها مختلف طب تعال رأى انه سقله بطريقة معينة عشان ما يتنسيش ابدا بص يا سيدي ادي source measure مصري اللي جنبية على طول ده دي كده lumbar vertebra اهي طب lumbar vertebra دي يعني من جنبية على طول طال عندي مين lumbar nerves وهي فعلا النerve sublime بتاعها اللي هو ventral rimae بتاعت l one two and three مش عارز المنظر ده ننسا ابدا لان هي دي المسل الوحيدة في anterior compartment of the psi اللي هي nav sublime بتاعها ما هواش الفيم عنها ودائما بتغلطوا فيها العضلة اللي بعد كان اسمها iliacus muscle نشوفها بشكل animated طبعا هي اسم علامة يسمى iliacus طلع من iliac فرسة وكيد متوقعين نفس مكان insertion انها بتتحب مع التندوم بتاعة source major وبتوقع تعمل insertion فيه اللي هو lesser tru counter of the femur طبعا يشوف بقى التو muscles مع بعض بقى iliacus iliacus major the two muscles unite with each other and pass deep to the ingrinal ligament to gain insertion into the laser to counter of the femur يلا بسرعة بسرعة كده origin والinsertion بتاعنا اوض المسطح ده كده اللي هو اسمه iliac fossa ادي origin طب الinsertion بتاعنا قلنا نفس القصة بتاعته بيتاحب مع التندون بتاع source major وبيعمله تندون على بعضه اسمه ilioseose tendon حتى له common action which gains insertion into the lesser to counter of the femur يبقى ادي مكان الinsertion يلا زي ما تعودنا برضو نrevyse بسرعة كده الattachments ومنه تاني نطلع الaction على رسم وبوسط اللي انا بحاول اعمله لكم ادي source major بس قطعينها من هنا بقى واندي main bulk بتاع iliacus muscle both muscles bus deep to inguinal ligament they unite with each other to form one tendon which is called iliopsoas tendon it gains insertion into the lesser truquantor of the femur طيب البوسيشن بتاع iliopsoas in relation to the hip joint it crosses the hip joint anteriorly يبقى ما حيج يشد حيتني على قدام اما يتني الhip joint على قدام يحصل bending anteriorly يبقى هيامل عندي ايه يا جماعة flexion of the hip joint او flexion of the side نشوف الaction بتاع iliopsoas بصورة animated طبعا هتشارع العلمين يا جماعة على hip joint بص المنظر دا كده هوت رائع بصراحة طبعا نشوف برضو more and more demonstration deflection اه بص flexion flexion of the hip او flexion of the side ننتقل بقى الى nav sub i بتاع اليقس اعتقد كلنا متوقعين مين هو الhero الاب الروحي بتاع anterior compartment of the side هو femoral nerd وطبعا الاسكيديو بتاعه احنا شرح نقب كده كده مرة هاخد الجزئية دا منه وحنقول انه بياخد nerve supply من femoral nerve وال femoral nerve لسه في الاب abdomen قبل ما ينزل الى side ادي الشكل بتاع الاليو saus tendon او iliacus and saus major muscles دا في كويس كده ولو سياتك ما انتشايف كويس هعمل لك close view كمان بص كده رائع مش ممكن فينا اضافة يعني انا ما كنتش عارز اذكرها قوي يعني ما بين كل slip of origin واللي تحتها بيكون عندي حاجة اسمها تندينيس تندينيس ارشز اهوت دي اللي بيعدي من تحتها اللي هو lumbar visils وصلنا بقى الى اخر واكبر عضلة عندي في الانتير comparatif تندينيس وهي quadriceps femurs تعال نشوفها بشكل animated واركزوا معها كويس جدا بقى جانا في الصورة دا عشان انا عاوز اعمل حاجة دلوقتي طبعا quadriceps جاي من كمه quadri يبقى اربعة لها اربعة هيد بوز كان كويس جدا في الصورة دي عشان انا هعمل ايه هاخد الهيد الوحدة اللي ياللي قدام دا اسمها rectus femurs هعزلها لوحدها برا وانا هعتبرها كأنها مصل تانية لوحدها لان لها specific action خاص بيها يبقى دي quadriceps على بعضها اما اخدت الهيد اللي هي في النص الوحدها ديت وعزلتها البرة الوحدها هي دي كده rectus femurs لا تتخيلوا انا بقى اتعب قد ايه وبقى صعوبة قد ايه عشان الاقي اللي هو تجميعة الانيميشنز المناسبة ديت اللي نفصر بيها كل جزء عندنا في المنهج طيب عزبا نشوف الاول ايه بقى الربعة هيدز بتوعنا وعزين نفهمهم نعرف اماكنهم كويس جدا عشان بعد جدا نتكلم على الاتتاتش نستاعتهم ومنهم بعكيرا نطلع الاكشن ايه بقى الربعة هيدز اللي عندي انا تركز كده معايا اول هيد عندي هي ريكتس فيمورس اللي هي في النص ديت اللي هي شكلها في يوزي فورم ديت الهيد التانية اللي بعد كده اسمها فيستس لاتراليس انا قصد ان انا اتكلم بالراحة علشان اعاوز كل لفظة اقوله ما تصرعش الفيديو على حاجة بس عاوز كل لفظة اقوله تقرره في ذهنك علشان المحضة تثبت في ذهنك مايبقاش اسمها تسمعتها وخلاص طب بعد فيستس لاتراليس يبقى عندي فيستس ميدياليس عاية طب بصراحة عندي مشكلة دلوقت ان الهيد الرابعة موجودة ديب تو الريكتس فيمورس اللي هي باشاوها عليها دي هنشوفها ازاي اقولك كل حاجة ولاها حل عندي انا حشيل الريكتس فيمورس حقطها من فوق ومن تحت عشان نبين إيه الريكتس اللي تحتها نبوص كده مع بعض اهو قطعت الريكتس فيمورس من فوق ومن تحت وعمل تلا ريفليكشن حيبني تحتها مصل السوبيو سيفرس بتاعها شكله أبيض أبنيوريتيك طبعا ده قانون عام عندنا ان العضلة اللي يكون عادي مجموعتين من العضلات العضلة اللي هي ديبة السطح بتاعها لازم يكون أبنيوريتيك أملس عشان تتزحلق عليه العضلة اللي فوق يبقى الفورس هيد عندي اسمها فيستس انترميديس تعالقوا بقى الارجن بتاع اللي اربعة هيدز مع بعض وبعين انسيرشن بتاع اللي اربعة هيدز مع بعض ومنهم نبدأ نربطهم مع بعض ونطلع الاكشنز هاخدوا الارجن بتاع الريكتس فيمورس العضلة المتمردة الجزء المتمرد اللي الواحده ده وتعالى نشوف كده مع بعض ده كده اللاترال سيرفس بتاع الهيب بول زي ما قلت ده كده اسمه إيلياك كريست حمشي معاه لقدام خالص الحيط يسمها أنتيريور سوبيريور إيلياك سباين تحتها النقطة دي اسمها أنتيريور إنفيريور إيلياك سباين ودي كده بتدي أورجن لحاجة اسمها الليستريت هيد بتاعت الريكتس فيمورس يبقى الريكتس فيمورس العضلة المتمردة دي اخد أورجن بتو هيدز اول هيد منهم من الانتيريور إنفيريور إيلياك سباين الهيد الثاني اخد أورجن مني بوسراسي دي دي الأسيتابلم just above the acetabulum في إمبريشن بصمة ماشي دي بتدي أورجن الهيد التانية بتاعت الريكتس فيمورس اسمها ريفليكتد هيد يبقى كده الريكتس فيمورس it arises by two heads straight head that arises from the anterior infelic spine and reflected head that arises from an impression just above the acetabulum صحيح ايه اخبار الأورجن بقى بتاع ال other three heads اقول لك ده ما تحملش همه سهلة جدا بس قبل ما نقوله عادي اقول لك انت فاكر البوستير اسبكت بتاعت الفيما شكلها ايه ده كده بوستير اسبكت بتاعت الفيما اما بص عليها منورة كده هلاقي فيها خط الخط ده لو دققتي فيه كده ها هتلاقي خط مزدوج عامل زي كم 11 الخط ده اسمه linea aspera يبقى linea aspera ده بيكون من two lips medial lip and lateral lip طيب المedial lip والlateral lip حيدو origins لل medial لل vestus medialis وال vestus lateralis ادي el vestus medialis اخد ارجم من المedial lip بتاعت اللينة اسpera و ادي el vestus lateralis اخد ارجم من اللateral lip بتاعت linea aspera يبقى خلصت لغاية دلوقت كده في السلايد اللي فاتت الورجن بتاع rectus femurus و انا خلصت الورجن بتاع vestus medialis ولateralis طبعا فيه additional details في الورجن انا بتخطاه انا بقول main globe of idea بتاعنا يبقى عندي هيد واحدة اللي هي vestus intermedius بتاخد ارجن منين سهلة جدا دي بقى من الملطقة الواسعة اللي هي في anterior surface of the shaft of the femur خلصت كده الورجن بتاع الورجن بتاع ال quadriceps femurus تعالى نشو بقى الinsertion بتاع quadriceps femurus و خلوا بالكم هو عاز يتفهم كويس بصبع الforeheads بتاع quadriceps femurus لو موثلين فيه الرجتوس بيستوس میجيالس بيستوس لاترالس و بيستوس نتاميجيس كلهم بيمسكوا فيه البيز والصايدز بتاع الباتيلا اللي هي الصابونة بتاع الرج اللي هي عزمة الردفة خلاص؟ طب و من الباتيلا بيطلع منها لجامنتم اسمه لجامنتم باتيلي واحدة واحدة من ثاني يبقى كل المسل بتعمل انسيرشن فيه الباتيلا و من الباتيلا طالع منها ليجامنت اسمه ليجامنتم باتيلي رايح فين بقى الليجامنتم باتيلي ده بيعمل انسيرشن هنا فيه التيبيا التيوبريستي فين هي التيبيا التيوبريستي دي؟ سيادتك لو حطيت ايدك كده تحت الليفل بتاع اللي هو النيجوينت هلاقي فيه حتة عظمة فيها بروزل قدام كده في الأبر بارت بتاع الأنتير بوردر بتاع اللي هو التيبيا حتة البوني بروشيكشن دي اسمها التيبيا التيوبريستي هي دي يمسك فيها اللي هو الليجامنتم باتيلي اللي هو الانسيرشن بتاع الكوادريسيبس فيمورس طيب نبص كده على المكان اللي هو التيبيا التيوبريستي اللي هو الحتة دي و نبص ازاي بحصل كونفرشنز للفورهيدز عشان يروح يمسكه في مين؟ في الباتيلا ومالباتيلا يطلع منها ليجامنتم باتيلي واللي جامنتم باتيلي هو اللي بيعمل انسيرشن في التيبيا التيوبريستي طيب بنجع القتاتش بسيح نقولناها ديت تعال نشوف كده ايه الاكشن بقى بتاع الكوادريسيبس فيمورس حولي هلخصها لك في النقطة طيب مش هنختلف ان الاربعة هيدز بتوعها بيعملوا كروس لني جوينت من قدام كل المصل بتعمل اكستنشن لني جوينت اللي احنا شايفين اهوه طيب اضافة لكده بقى بص بقى التكة اللي جاية دي وهي دي محل الأسئلة بتاعتنا مين الهيد الوحيدة اللي بتاخد أورجن من الهيب بورد؟ بمعنى مين الهيد الوحيدة اللي بتعمل كروس للهيب جوينت؟ اللي هي مين يا جماعة؟ الريكتوس فيمروس بطريقة تانية ان الأورجن بتاع الثري هيدز اللي هم الفيستوس لاتراليس وميدياليس وانترميدياس كلهم طلعين من الفيما فاستحالها يعملوا كروس للهيب جوينت ولكن مين الهيد الوحيدة اللي طلع من الهيب بورد؟ هي الريكتوس فيمروس بتعمل كروس للهيب جوينت أنتيولي ولذلك الريكتوس فيمروس هي الجزء الوحيد من الكوادريسيبس فيمروس اللي هو بيشتغل على الهيب جوينت وبيعملوا ايه يا جماعة؟ فليكشن نشوف الاكشن بتاعك كوادريسيبس بصورة أنيميتد بصبع كل المسر على بعضها زي ما اتفقنا بتعمل عندي ايه يا جماعة؟ اهو extension of the knee joint اه extension of the knee joint نفس الفكرة طبع الريكتوس فيمروس بقى ريكتوس فيمروس برضو هتساعد في الاكستنشن بتاعيني جوينت الى جانب ايه يا جماعة؟ الى جانب انها هتعمل ايه؟ هتعمل عندي الفلكشن of the knee joint رائعا وصلنا الى النيرف سابلاي وطبعا خلاص هتو عارفين اكيد مين هو طبعا زي ما بقول دايما النيرف الهيرو بتاع الانتي كومبارتمنت اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هو الفيمور النيرف وزي ما نعافين اللوتا وزيعة معينة قلناها مع اول سلايد خاصة بالفيمور النيرف يعني وقلنا ان هو البستير ديفيجن بتاعة الفيمور النيرف بتادي سيبرت نيرف سابلاي لكل واحد من الاربع هتز بتوع الكوادري سيبس ها قبل ما اصيب الكوادري سيبس اكتب عندك كده don't confuse between كوادري سيبس فيمورس دي عضلة استخدنا هيا and كوادري تس فيمورس دي عضلة تانية موجودة في الجلوتية الريجن فدايماً بتلخبطوا ما بينهم دي اسمها كوادري سيبس فيمورس والتانية اسمها كوادري تس فيمورس ادي الكوادري سيبس اهايت ادي تلاتة هتز بينين اما اطاعنا هنا الريكتس فيمورس بانت هنا الفيستس انترميديس وادي الشكل الظريف الجميل الامور بتاع اللي جامنتم باتلي which gains the insertion into the TBL تيوبريست طيب تعالنا بقى سامري على الاكشن بتاع الاثر مصرز زي احنا قلناهم غير طبعا استراتوريا زي احنا عملنا لها سامري في الاول خالص ادي بقية المصرز اللي عندنا اهم اللي اخدناه من هذا اليو سورس اعتبرتهم عضلة واحدة على بعضها وعند بكتينيس احتيب بقى للكوادري سيبس فيمورس انا اخدت الهيد اللي هي الريكتس فيمورس اعتبرتها مصر الوحدة وعند بقية المصر على بعضها اللي هي كوادري سيبس فيمورس بص يا سيدي ادي اليكس وسورس وعند بكتينيس وعند بكتينيس وعند بكتينيس وعند بكتينيس وبنفس النظام لانه همشي النظام ده كده في جميع المحاضرات بتاعت اللي هو اللي هم المصر دي عاملة كروس لإيه وإيه تعال نصنفه مين اللي هيعمل كروس للهب ومين هيعمل كروس للنيه بلاي ان اليكس وسورس ميجر وبكتينيس وريكتس فيمورس بيعملوا كروس للهب جوينت من قدام يبقى هيعملوا يا جماعة فليكشن طيب البكتينيس برضو بتعمل كروس للهب جوينت بس منين من عالميجي الأسببت كمان هتعمل لي إيه أدكشن طيب الريكتس فيمورس ومعاها إيه لا؟ بقية الكواديسيبس كلها على بعضها بتعمل كروس للنيه جوينت أنتيولي فهتعمل فيه إكستنشن ياه وحشنا قوي الملتوبت شوينت سكوتشنز والحنا أجيب لكم سامبل بسيط جدا أجل إنه جزء عصدتني مش عرضي من أجل ما إذا كنت مجل أجل ما إذا كانت من أجل ها قمت بسيطة أنت أنا أجل 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 عليكم الريكتس في موس جلوكم مجموعة من البركتكال كوتشينز ايدنتفاي زا بوينتد ستركشور نيم وان ستركشور باسنج سرو ات طبعا اللي متشاه عليه دوت هي بقى عن اوبنينج موجودة في ديب فاشية بتاعة الساي متشاه عليه ده هي واللي بيخومها بيعدي منه عشان يعمل في الفيمور الفين اللي همشاه عليه ده هو ده كده اسمه جريتس سافنس فين والجزئي دي حتشاه بالتفصيل ان شاء الله في اللوار الفينز بتاعة اللوار لمب سؤال البعدي نيم تو موسيلز بسينج عاوزة عضلطين بيعادي ديبتو بيعادي ديبتو زا انجوينال لجمينت عظون يعني العضلطين اللي لازقين في بعض التوأم اللي هم مين إلياكاس و سواس ميجور طب what is the nerve supply of the pointed structure احنا بشاولين على مين يا جماعة على السيرتوريس السيرتوريس طبعا النيرف سابلاي بتاعها لو أنا اللي بصحح و قلتلي femoral nerve هتاخد نص الدرجة عمال إذا اخد درجة كاملة لازم تقول لي anterior division of the femoral nerve what is the nerve supply of the pointed structure أنا مشاره هنا على مين مشاره على الفيستس انترميديس سابلاي بقاله جزء بقى من femoral nerve من posterior division بتاعة الفيمoral nerve what is the insertion of the pointed structure ده اللي هو طبعا كلين خلاص تستأخذينه دلوقت هو ده كده الليجامين تم بتلي which gains insertion into the tuberosity of the tibia اللي يسمى tibia tuberosity وصلنا لمرحلة الانتر اكتف الانتر اكتف الانتر اكتف اللي انتو وأنا بنحبها جدا وتعالى نشوف مع بعض الانتر اكتف الانتر اكتف a twenty eight years old woman presented to her physician by weakness in both flexion of the hip joint and the extension of the knee joint which muscle most likely affected اعتقد سهلة جدا عن الكينيكة البوبليمية ديت في البداية كده عشان بس ايه تفتح نفسا ايه ايه ارى اجوا يا جماعة لو نعمل فكرة جديدة او نعمل فكرة جديدة في محاضرات اللواليم ايه الفكرة ديه عاوزين يبقى في نهاية كل محاضرة في فقرة صغيرة كده لل positive energy عاوز اقول لكم ان علشان تبقى انسان نجح في حياتك ومميز وتقدر تحدد وتوصل الى اهدافك الكلام ده يا جماعة مش سهل والكلام ده اللي بقوله ده مش بالنسبة لطالب الطب وبس لا ده بالنسبة لأي طالب في أي كلية الكلام ده تطلب ايها جماعة الكلام ده تطلب ان انت لازم تجتهد لازم يكون عندك صب لازم تلتزم لازم تتحمل انا كلمة تتحمل ده عاوز اعيدها تاني وتالت ورابع لازم تتحمل حقيقة انا بيحضرني بيت شاع بيحبه جدا وقدت حطه نسبة اعيني من اول يوم دخلت فيه الكلية كنت دايما افكر فيه انا هقوله لكم بس لو سمحت ليا طلب عاوز كل واحد يكتب بيت الشاعر ده في اول صفحة في الكتاب بتاعه ولو سمحت تبقى اقراه كده في بداية كل المذاكرة مش هاخد منك ثواني افتكرني بيه بيقى يا جماعة بيت الشاعر ده قولك لا تحسب المجدى تمرا انت آكله لن تبلغ المجدى حتى تلعق الصبر شوفكم على خير ان شاء الله